معاكم اللاعب محمد جاسم الأقرأ اللاعب في الانغتالية المختلطة لعب المنتخب الكويتي للأمامي اللعبة الجوتسو هي لعبة هي عبارة عن شوان تقدر تتحكم او تسيطر على خصمك اللعبة ممكن تفوز فيها يا انه تفوز عملية تخضاء نفس الخنقة والكسر او بالنقاط والله الحمد حصلت على مركز الاول فئتين مختلفتين الفئة الاولى كانت بنظام بدلة والفئة الثانية كانت نظام بدون بدلة البطولة كانت بولاية كاليفورنيا امريكا الحمدالله قدرت تنافس لا يقل عن عشر لاعبين فست بسبع مبريات والله الحمد وحصلت على الذهبيتين كانوا بعد ما حققت النجاز الشعور ما يوصف كرياضي حلم انه يرفع على مديرته الحمدالله قدرت أرفع عام الكويت مرتين بالذهبيتين بكاليفورنيا وهذا كان من أجمل لحظات مسيرة اي لاعب اول شي خطال بالبالي بعد ما حققت النجاز انه لكل مجتهد نصيب انا طالب بامريكا طالب هندسة ولاعب فنون قتالية فطالب رياضي والحمدالله قدرت اني اتحكم بوقتي اني اني احقق النجاز هذا واكون طالب بجامعة تسان هزي كاليفورنيا وهني انا اعرفت ان لكل مجتهد نصيب لان الله الحمد انه تعبت وايد عشان احقق هالنجاز وان شاء الله احقق النجازات اكثر مستقبلاً عشان تحقق النجاز لازم تتخلى عن وايد اشياء انا مستحيل توصل حق شيء و بدون لا تتخلى عن وايد اشياء انا تخليت وايد عن وايد اشياء اولها اني رح درست واختربت بامريكا انا شوف صجنة تخليت عن هالشيء وكان وايد صعب بس الفرحة تكون لما تتحقق النجاز ونجاز يكون يرفع على مديرتك انا كان وايد عندي فرص اني اروح اماكن جامعات وايد صانية امريكا بس انا حلمي كان من الايام الثانوية اني اروح اقوى نادي بالعالم اسمه American Kickboxing Academy هذا النادي يتمرون فيه وايد ابطال عالمين انا بعدما اتخرج من الثانوية كان هدف اني اروح اتمرن بهالنادي وحقق انجازات مع هالنادي والله الحمد انا حين انا احقق هالنجازات والحمد الله اكثر الصعوبات اللي واجهت هناك او بسبيل اني احقق الانجاز هي اول شي اني شون اتحكم بوقتي ان انا خمسين بالمئة من وقتي يكون رياضة وخمسين بالمئة حق الدراسة فهذا كان من اصعب الاشياء اللي واجهت هناك والشي الثاني هو وجودي بامريكا لما اكون بامريكا انا حياتي كلها عبارة عن رياضة وعبارة عن دراسة وهناك انا مخترب فبعيد عن اهلي بعيد عن ديرتي بعيد عن وائد اشياء بس يعني لما تحقق الانجاز كل شي هون كل شي يعتبر اه يسوى اني عساس اني اتخلى عنه انا بعد كل فوزة فوزة انا دايما اقول اه الفضل او شي من الله سبحانه وتعالى والناس اللي حوالي انا مستحيل احقق اي انجاز بروحي اه صجنا في نقطة اليها اللعبة فردية ولكن الطاقم اللي حوالي الناس حوالي الناس تشجعني هم الاساس بكل انجازة حققها فوزة هذا اللي فضلت بالبطولة جيتسو هذا انا اشكر فيه اول شي ناديي افضل نادي بالعالم وعائلتي وكل الناس ساعدوني كل شخص ساندني ووثق فيني وامن ان ممكن ان انا يوم لايام ان اوصل هناك واحقق الانجازات هذه فوزة هذا هديلي صاحب السمو اميل البلات شيخ صباح الحمد ورئيس مجلس الأموة مرزوق الغانم وكل شخص آمن فيني وآمن لأممكن أن أحقق إنجاز وأرفع عام الكويت وفوزي أهدي بعد حق الشعب الكويتي اللي دعمني من الصفر للفترة الحالية اللي أنا فيها الحين والمستوى الحالي وأنا أدري أن الدعم رح يستمر لأن أوصل الأماكن عالية إن شاء الله وأوصل حق طموحي والله الحمد أنا صاري بأمريكا حالياً ثلاث سنين وحققت إنجازات محلية بأمريكا وإنجازات عالمية ولكن هذا مو طموحي اللي أنا بوصل له إن شاء الله طموحي سيكون أعلى وأنا دائماً حلم أني أرفع عام الكويت وأنني أفرح الشعب الكويتي أنه رفعت هالعالم الشعب الكويتي بس يحتاج الدعم يحتاج مثل ما تقول حافز لأن موهوبة موجودة في وايد وايد شباب الكويتيين بمجهود من شخصي قي يحققون إنجازات عالمية فما بالك إنه إذا حصل الدعم فأنا آمن إن الشاب الكويتي الشاب طموح طموح وايد بعيدة دائماً يقول لك إذا بتوصل مكان أو إذا بتحط لك حلم حط حلم مبعيد وبعدنا الله رياضة الكويتية رح توصل أماكن آآ وايد عالية إن بوجود الشاب الكويتي الطموح والمثابر إن شاء الله رح رياضة الكويتية رح توصل العالمية أحب أن أشكر المشروع الوطني دعم الشباب موطني على دعم الشباب الكويتي محلياً دولياً وأبرازهم وأشكرهم على دعم هليل بصفة شخصية اشتركوا في القناة